أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المساقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه تدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أرزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على أودا من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأغذرتهم أم لم تغذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السبهاء ألا إنهم هم السبهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عملي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات وراد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأوزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أعدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متوهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا رد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويعدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويبسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وقوتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق التماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قالا لما قل لكم مني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبروا كان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكنات وزوجك الجنة وأكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلوا ما الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بطو منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فما تبه هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وغفوا بعديه في بعضكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما زلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشعروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الهق بالباطل وتكتبوا الهق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأعاتوا الزكاة واركعوا مع الراقعين أتأمرون الناس بالبر وتعسون آبسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يوصرون وإذ نجيناكم منا لفرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فاجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تعذرون وإذ وعزنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأغتم ظالمون ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم ما غسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم تالكم خير لكم من دباريكم فتاب عليكم منه والتواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصائقة وأنتم تعذرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فظللنا عليكم الغمام وأغسلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم